اشتركوا في القناة اذا كانت صحوا قلنا لا قال فانكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ الا كما تضارون في رؤيتهم ثم قال ينادي منادي في ذلك اليوم في ذلك اليوم العظيم قال ينادي منادي ليذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون فيذهب اصحاب الصليب مع صليبهم واصحاب الاوثان مع اوثانهم واصحاب كل الهة مع الهتهم حتى يبطى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراء فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فماذا تريدون من هول ذلك اليوم وطوله وشدة حرارته فيقول فماذا تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جفنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فماذا تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقالوا اشربوا فيتساقطون في النار حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا مناديا ينادي وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنا ننتظر ربنا وإنا ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة خير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبين ربكم آية تعرفونه فيقولون الساق فيكشف الجبار عن ساق فيكشف الجبار عن ساق فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا مستاق قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أمصارهم طرقهم دلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديد سنستجرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحبة مزلة أي تزل فيه الأقدام ولا تستقر عليه خطاطف وكلالي جمع كلوب وهي حديدة مع طوفة الرأس وحسكة مفلطحة شوكة صلبة من حديد لها شوكة عقيفة ملوية تكون بنجد يطال لها السعدان نبت له شوك عظيم يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبر وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم على وجه حتى يمر آخرهم يسحبوا إلى الجنة سحبا فما أنتم بأشد لي مناشتة في الحق فاتبين لكم من المؤمن يومئذ للجباب وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا الناجون يقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم اذهبوا إلى النار اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أصلاف لساقه فيخرجون من عرفه ثم يعودون فيقول لهم اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال مصفد نار من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفه ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفه قال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لذنه أجرا عظيما قال صلى الله عليه وسلم فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قفضة من النار فيخرج أقواما قدم تحشوا أي احترقوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحفة في حميل الخير فدرأيتموها إلى جانب الصخرة وإلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الضل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم ما رأيتم في الجنة ومثله معه لكم فيقال لهم ما رأيتم ومثله معه وفي لفظ آخر للحديث من حديث أبي هريرة قال حتى إذا فرق الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود قال فيعرفونهم بعلامة آثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم قدم تحشوا يعني احترقوا فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيد ويبقى رجل ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي قد قبشني أي آذاني ريحها وأحرقني ذكاؤها يعني ذهبها فاصرف وجهي عن النار فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول الله له لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا ربي قد ابني إلى باب الجنة تربني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره وإلك يا ابن آدم ما أخذرك فلا يزال يدعو فيقول العلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره فيعطي الله ما شاء من عهود وموافق ألا يسأله غيره فيقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكن ثم يقول ربي أدخني الجنة ثم يقول ربي أدخني الجنة ثم يقول أوليس أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره وإلك يا ابن آدم ما أخذرك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك الله فلا يزال يدعو حتى يضحك الله وربي لن نعدل خيرا من رب يضحك فإذا ضحك منه أدن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأمان فيقول الله له هذا لك ومثله معه قال أبو فريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم فاستعدوا عباد الله للقاء ربكم وأحسنوا ظنكم به وأحسنوا ظنكم به فإنه عند حسن ظن العبد به أحسنوا ظنكم بربكم فإنه عند حسن ظن عبده به ومن حسن ظن العبد برب حسن العمل ومن حسن ظن أيضا التوبة الصادقة وشكر النعم عباد الله اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله قل بفضل الله وبرحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حما طاعتك تخفي عن الكون جميل طاعتك وكل ما في الكون من صنعتك اللهم بيض يوم العرض وجوهنا وتبق الموازيننا وكن على الصراط أنيسنا اللهم إنا نسألك توبة صادقة اللهم إنا نسألك توبة صادقة قبل الممات يا رب الأرض والسماوات اللهم يا مقلب القلوب تبت قلوبنا على دينك ترحم ضعفنا وتقصيرنا وجهدنا وإصرافنا في أمرنا لا تؤاخذنا بالتقصير واعفو عنا الكثير وتقبل منا اليسير إنك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير اغفر لي والدينا ووالدي والدينا ولكل من له حق علينا اغفر لي موتانا وموت المسلمين الله اغفر لي موتانا وموت المسلمين الله اغفر لي موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين يا أمل التائبين ويا رجاء المذنبين ويا أمان الخائفين ويا ناصر المظلومين ويا قاسم الجباري لا تحذن ناقض لك يا رب العالمين أنت الغني ونحن الفقراء أنت الغني ونحن الفقراء وأنت العزيز ونحن الأدلاء وأنت القوي ونحن الضعفاء آمننا في أوطاننا أصلح أئمتنا ولا تأمورنا انصر إخواننا في العراق وفي فلسطين وشيشان وأفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمي انصر من نصرهم واخضل من خذلهم هوي عزائمهم وربط على قلوبهم وأفلغ عليهم صبرا وتربط الأقدام فك أسرانا وأسراهم يا رب الأنا موسيقى